الثامن صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش موجز الأهم الأخبار يأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم استشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي بمدينة البيرة الملاصقة لرامالله بوسط الضفة الغربية المحتلة أوضحت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد شاب متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي كما أصيب آخر بجروح طفيفة من جانبها أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص باتجاه سيارة يستقلها شابان مما أدى لإصابة أحدهما بجروح خطيرة وأعلن استشهاده لاحقا بينما اعتقلت قوات الاحتلال المصاب الثاني بحث وزير الخارجات الأمريكي أنتوني بلينكين مع الرئيس الصربي أهمية اتخاذ تدابير فورية لتهدئة التوترات مع كوسوفو في عقاب أعمال العنف التي وقعت في الرابع والعشرين من سبتمبر ومقتل رقيب في شرطة كوسوفو أوضحت الخارجيات الأمريكية أن بلينكين شدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الهجمات الموجودين حاليا في صربيا وأعرب بلينكين عن دعمه للإجراءات التي اتخذتها القوة الأمنية الدولية في كوسوفو وبعثت الاتحاد الأوروبي في الاستجابة لهذا الحدث مشيرا إلى أن حوادث مثل تلك التي وقعت بالقرب من أحد الأديرة تمثل تحديات غير مقبولة للقوة الأمنية الدولية في كوسوفو والمجتمع الدولي كما رحب بلينكين بالوجود المتزايد للقوة الأمنية الدولية في كوسوفو وقرار حلف شمال الأطلنطي بالسماح بنشر قوات إضافية أعلنت قبرص أنها تدرس سوبل استضافة بعض الأرمن إذا اقتضت الحاجة بعد فرارهم من منطقة ناجورنو كرباخ أوضحت وزارة الخارجية القبرصية أن الحكومة القبرصية تبقي على ممر مفتوح للأرمن وهي مستعدة في هذا الإطار لتقديم مساعدات إنسانية على الفور يأتي ذلك بعد أن نزح أكثر من ثلاثة أرباع السكان الأرمن والبالغ عددهم 120 ألف نسمة بعد شن أذربيجان هجوما خاطفا على ناجورنو كرباخ معلنة استعدة السيطرة على الإقليم أعلنت المحكمة الدولية أن أرمينيا طلبت منها أن تصدر أمرا لأذربيجان بسحب جميع قواتها من المنشآت المدنية في ناجورنو كرباخ وتسهيل وصول الأمم المتحدة إلى المنطقة وكانت المحكمة الدولية أمرت في فبراير الماضي أذربيجان بضمان حرية الحركة عبر مماري لاتشن من وإلى المنطقة المتنازع عليها فيما كان حينذاك خطوة مرحلية في النزاعات القانونية المستمرة مع أرمينيا المجاورة أكد رئيس روسي فلاديمير بوتين أن الانتخابات التي جارت مؤخرا في المناطق التي ضمتها روسيا إلى أوكرانيا أو في أوكرانيا كانت خطوة مهمة في تعزيز المجال القانوني المشترك مع روسيا وخلال كلمة له هنأ بوتين المواطنين بمناسبة الذكرى الأولى لضم مناطق دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزاباروجيا موضحا أن روسيا ستقوم بعمل أو بعمل ضخم لإحياء وتنمية تلك المناطق اجتماعيا واقتصاديا مشددا على أن روسيا أصبحت أكثر قوة بفضل سكان المناطق الجديدة كما اعتبر بوتين أن الدفاع عن إقليم دونباس يعني الدفاع عن روسيا نفسها أكدت وزارة الخارجية الروسية أن قرار اعتماد السلام النووي والضمانات في أوكرانيا الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورتها الأخيرة يتضمن هجوما غير مبرر على موسكو والتهامات لروسيا لا أساس لها على حد تعبيرها أعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن القرار صدر بضغط من الولايات المتحدة وحلفائها من خلال التصويت المصحوب بما وصفته بالابتزاز والترهيب لدول معينة متميزة عند الغرب مشيرة إلى أن القرار يعد تأكيدا آخر على المصاري الذي اتخذته الولايات المتحدة وحلفائها باستخدام أي آليات دولية من أجل تحقيق أهدافهم السياسية الانتهازية على حد وصفها لقي ستة من عمال المناجم في زمبابوي مصرعهم بعد انهيار أرضي في أحد المناجم في بلدة تبعد مئة كيلو متر غربي العاصمة هراري أعلن التلفزيون الرسمي في زمبابوي أن ستة جثث انتشلت من المنجم مشيرا إلى أن هناك خمسة عشر عاملا حاصرهم لانهيار تحت الأرض ولا تزال جهود الإنقاذ جارية أدى انهيار المنجم إلى محاصرة أربعة وثلاثين من عمال المنجم تحت الأرض تمكن ثلاثة عشر منهم من الفرار لكن واحدا وعشرين آخرين حاصرهم لانهيار حسم فريق النادي الأهلي تأهله إلى دور المجموعات لبطولة دور أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد فوزه السهل على ضيفه فريق سان جورج الإثيوبي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاذ القاهرة الدولي في إياب دور 32 للمسابقة القرية سجل أهداف الأهلي في المباراة محمد مجد أفشا هدفين في الدقيقتين العاشرة والتاسعة والثلاثين ومحمود كهرباء هدفين من ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة والثلاثين وضربة رأسية في الدقيقة الثانية والستين ولحق الأهلي بذلك بفريق بيرميدز الذي تأهل لدور المجموعات الأفريقية أيضا بعد فوزه على فريق الجيش الواندي بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف واحد نهاية الموجز نعود لاستكمال باقي فقرات صباح خير مصر ولكن بعد الفصل